يجب أن نطرحها أمامكم إن لم تجتمع طارئاً بطلب فلسطين وعن فلسطين فمتى الاجتماع إذن؟ تلك جامعة العرب وقد بدت خارج التاريخ عبءاً ثقيلاً يقسم ظهرها أعضاء المطبعون وأخرون سائرون في طريق التطبيع أما البقية الباقية فمنهم محتار إن كانت حقاً للعرب جامعة ومنهم مستاء من انحرافها العظيم عن اللاءات الثلاث وصولاً إلى تفريطها حتى بمبادرتها قبل عقدين من تراه يملك مفاتيحها فيصد أبوابها عن الفلسطينيين بعدما ضاغوا ذرعاً بجور أولي القربة وأدمت قلوبهم طعنة غادرة تزيد من سطوة المحتل وبطشه ألا تستوي في العروبة كما الإسلام قدسهم ومكة إن دعا أهل الديار إلى اجتماع طارئ فيستجاب للسعودية على عجل وترد فلسطين خائبة ثم تحديث عن دورة وزارية عادية لا أكثر تترأسها فلسطين في التاسع من أيلول سبتمبر المقبل على أجندتها اتفاق مع الاحتلال تقول الإمارات إنه شأنها وحدها فكيف لعضو يتدخل في شؤون الغير بالسياسة حيناً في الجامعة وبالسلاح حيناً في بؤر التوتر أن يتجاوز خطوطاً حمراً ويضع أخرى ويحتفظ بمقعده خلافاً لغيره باهتاً لا يسوي حبره سيكون البيان وذاك عرف في جامعة معتلة مشلولة ما لها في شأن احتلال فلسطين من قرار فهل هو بيد الأتراك خصوم الإماراتيين؟ لقاء رئيسهم إردوغان بقادة حماس لا يخلو من الحسابات السياسية ولا سيما أن التطبيع أثار تساؤلات حول تمسك الأتراك به ليست حماس وحدها بل أيضاً عباس فقد عبر إردوغان في اتصال به عن رفض الضم والتطبيع وتلك مع جهود المصالحة تبقى أوراقاً سياسية مجردة بأيدي الأتراك ما لم يعززوه بتحرك فعلي ملموس موسيقى